اهلا بحضراتكم الى تفاصيل الاخبار ونبدأ من الكويت حيث التقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بالشيخ نوافل احمد الجابر الصباح امير دولة الكويت الشقيقة وقدم سيادة الرئيس خلال هذا اللقاء العزاء والمواساة للشيخ نواف ولأعضاء الاسرة الكريمة الحاكمة في وفاة المخفور له الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح معبرا عن بالغ التقدير لمواقف الفقيد الاخوية الداعمة لمسيرة العلاقات المصرية الكويتية داعيا المولى عز وجل ان يتغمد الراحل بواسع رحمته ومن جانبه اعرب الشيخ نوافل احمد عن خالص العرفان والتقدير لللفتة الكريمة من الرئيس السيسي التي تأتي امتدادا للعلاقات التاريخية الممتدة بين البلدين والشعبين الشقيقين متمنيا لمصر حكومة وشعبا كل سلام وكل تقدم وازدهار كما صرح بهذا السفير بسام رادي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية وفقرة الحوار الاولى كما نوهنا سابقا هتكون عن العلاقات المصرية الكويتية نروح للاحتفال اللي قلت لحضراتكم عليه مرور سبعين سنة على المؤتمر الدولي الرابع للمرأة وكلمة السيد الرئيس اللي قال فيها ان مصر عملت خلال السنوات الماضية على تطوير البيئة التشريعية لتمكين المرأة المصرية واكد ان التشريعات الحالية تكفل حقوق المرأة الكاملة وتدعم مشاركتها سياسيا واكد في كلمة مصر باجتماع الزكرى الخامسة والعشرين للمؤتمر العالمي الرابع للمرأة بالأمم المتحدة عبر تقنية الفيديو كونفرنس ان جهود الدولة اثمرت عن اعتلاء المرأة المصرية مناصب قضائية ومناصب محافظ اقليم واعلن ان مصر تستضيف حاليا مقر منظمة المرأة التابع لجامعة الدول العربية واشار الى ان مصر تتشرف باختيارها لاستضافة هذا المقر وانها ستعني بالنهوض بدور المرأة اكثر واكثر واكد الرئيس على اهمية تعزيز مشاركة المرأة ومساهمتها الفعالة في مفاوضات السلام والبناء نشوف مع حضراتكم جزء من كلمة السيد الرئيس في هذا المؤتمر ونرجع ناخد مداخلة لتحليل هذا الخبر بسم الله الرحمن الرحيم السيد رئيس الجمعية العامة السيد سكرتير عام الأمم المتحدة السيدات والسادة ان احتفالنا اليوم بمرور خمسة وعشرون عاما على اعتماد اعلان وبرنامج عمل بكين للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة يعد تتويجا للجهود العالمية المشتركة التي بذلت خلال الفترة الماضية لحماية وتعزيز حقوق المرأة وتمكينها على مختلف المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية فالمرأة تمثل نصف المجتمع الذي يتعين الاهتمام به لضمان نهضة وإصلاح وتقدم المجتمع ككل وتحقيق التنوية المستدامة وعلى المستوى الوطني استطاعت مصر خلال الفترة الماضية أن تخطو خطوات ثابتة في مجال تحقيق المساواة وتمكين المرأة واحتفلت العام الماضي بمرور مائة عام على مشاركة المرأة المصرية في الحياة العامة وكانت من أوائل دول العالم التي وضعت استراتيجية وطنية لتمكين المرأة سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وتوفير الحماية لها كما تم تطوير البنية التشريعية ذات الصلة بالمرأة من خلال إقرار عدد من التشريعات الجديدة وتعديل التشريعات القائمة بما يكفل للمرأة المصرية المساواة الكاملة والفرص المتكافئة ويدعم مشاركتها الفاعلة في الحراك المجتمعي دون أي تمييز مع ضمان حمايتها من جميع أشكال العنف والتحرش والالتزام بتوفير الرعاية لها في مراحل عمرها المختلفة الحقيقة أن مقال السيد الرئيس حق وأن الفترة الأخيرة تم تمكين المرأة بصورة أكبر حق وجود المرأة كمحافظ وكقاضي وكوزير في ربع مناصب الحكومة وكعضو مجلس نواب في ربع مناصب مجلس نواب أو أكثر كل ده حصل بالفعل وأرجو أن حضراتكم لا تلتفتوا للمؤامرات الممنهجة يعني النهاردة بينزل خبر عن تحرش ست شباب ببنت أفريقية وأنه ده حصل خلف توك توك وأنه النيابة أبضت عليهم كما تقول للحكومة المصرية يعني حتى الحق يعني بدل ما يقولوا برافو أن الحكومة تم الأبض عليهم وأنه ده أصار استياء المختربين وأنه وأنه ليه عشان إحنا النهاردة عندنا كلمة عن المرأة فلازم نحاول ناخد اللقطة إن نسيب مصر تاخد اللقطة بإنجازات ليه وبيليرضي ربنا ليه ما إحنا نحاول نعمل اللي مايرضيش ربنا علشان ناخد اللقطة طيب أستاذة هيلة عبدالقادر مدير المؤسسة المصرية للتنمية الأسرة مساء الخير يا فن مساء المدير يا فن أهلا والسلام يعني أحب أستعرض مع حضرتك أهم الخطوات اللي حسيتي ووثقتي ودرستي وإنجازات مصر في تقدم الاحتفاء بوجود المرأة والاستفادة بجهودها سياسياً واقتصادياً في الفترة القريبة الماضية الحقيقة يمكن حضرتك رفضت جزء منها سياسة رئيسة وبيتكلم رفضت جزء منها أنا بس يعني هأكد عليها اللي هي فكرة عدد الوزيرات اللي موجودين في المرحلة اللي احنا فيها عدد كبير وفعلياً ما كانش موجود قبل كده تولي المرأة للقضاء اللي بقالنا سنين بنتكلم عنه وبنحاول أن هي تنفذ لهذه النقطة اللي كانت عبارة يعني عن منطقة سد ما نقدرش نتكلم فيها أصبحت النهاردة في مساحة للمرأة في منصة القضاء فكرة أن المرأة تبقى شيخ بلد وتبقى محافظ دي كلها حاجات ما كناس الحقيقة يمكن وإحنا كمجتمع مدري بنتكلم عليها كنا ما نقدرش نجي عند الحتة دي ونتكلم قوي لأنه بنقول دي من المستحيلات فنقدر أقول أنه كمان طبعاً حزمة التشريعات اللي موجودة لما يبقى النهاردة في عندنا قانون خاص بالتحرش لما يبقى فيه دراسة لقانون منهضة العنف ضد المرأة اللي كان الأول بيتقال لنا ما فيش حاجة اسمها عنفة أساساً في مصر عشان تتكلمها العنف ضد المرأة وحنا عندنا بالضبط أنتوا عايزين بس تعملوا يعني فرقعات مجتمع مدني يعني ودي كانت مرفوضة تماماً النهاردة بنتكلم بنبحث أنه يبقى فيه قانون خاص بالمنهضة العنفة ضد المرأة لما تبقى المرأة على هزندة الرئيس في كل حاجة بتتقال لازم يتقال المرأة وإيه هو اللي مستنيها وإيه تشريعات الجديدة وإيه الخطوات الجديدة لها لما النهاردة يبقى دكتور 2014 فيه أكتر من 19 مادة بتتكلم عن المرأة مباشرة وعلى الحياة إن المفروض تعيشها المرأة واللي هي منتظرة فقط التفعيل في بعضها اتفعل بشكل حقيقي بقرارات برضو من الرئيس ونيجي بعد كده فيه قرارات تانية المفروض إن هي تتخذ لتفعيل مواد أكبر ده بيقول إن إحنا المرأة المصرية الحقيقة موجودة في أزهى عصر موجودة فيه لأنه فعلياً لما دايماً كنا نقول لما تبقى القيادة السياسية مقتنعة بدور المرأة بتبذل كل ما له علاقة إن هذا الدور فعلياً يكون حقيق ومتبروز ومتبلور بشكل حقيقي مشكورة جداً أستاذ هلعب قدر مدير المؤسسة المصرية لتنمية الأسرة والحقيقة إلا فتاة البسيطة القيادة السياسية حتى مؤخراً لما الرئيس قال وزير التربية والتعليم لازم تدرسه وضع ولرئيس الحكومة طبعاً تدرسه وضع المرأة العاملة اللي عندها أطفال مع النظام الجديد لأنه يبقى الطفل بيروح أيام وأيام لأ فلو تم توفيق أوضاع المرأة بحيث ما تسيبش أطفالها الوحديهم في البيت لأن فيه سن ماينفعش يحصل فيه كده يعني التضافر ده وتسهيل حياة الناس ده برضو من المزايا للمرأة المصرية في هذه الفترة الحالية تعالوا نروح للقوات البحرية المصرية والفرنسية والتدريب البحري اللي بتنفزه عبر البحر المتوسط في إطار خطة القيادة العامة للقوات المسلحة للارتقاء مستوى التدريب وتبادل الخبرات مع القوات المسلحة للدول الشقيقة والصديقة نفذت البحرية المصرية والفرنسية تدريباً بحرياً عابراً بنطاق الأسطول الشمالي بالبحر المتوسط باشتراك الفرقاطة المصرية تحيا مصر والغواصة المصرية الحديثة مع الفرقاطة الفرنسية لاتوش وتضمن التدريب بعدد من الأنشطة التدريبية المختلفة منها تدريبات تأمين وحماية منطقة ذات أهمية ضد خطر الغواصات ليلا بين قصين لابد أن أقول لحضراتكم ولتكن مناطق التنقيب عن الغاز وتدريبات الحرب الإلكترونية علشان جهود التشويش اللي بتعملها تركيا على أجهزة السفن والفرقاطات اليونانية والقبرصية في الشرق المتوسط والتدريب على الدفاع ضد التهديدات غير النمطية والتدريب على تشكلات الإبحار المختلفة وتنفيذ تدريبات المواصلات الإشارية اجتمل التدريب أيضا على محاكاة حماية سفينة ذات أهمية خاصة أثناء عبرها منطقة خطرة وطبعا يعني الترجمات سهلة يا جماعة تقدروا تحطوا بين قصين سفينة محملة بالغاز بعد اكتشافه والتدريب على إجراءات متخذة بوسط السفن الحربية للدول لحماية المناطق الاقتصادية في إعالي البحار أظهر التدريب مدى كفاءة أطقم القطع البحرية المصرية والفرنسية المشاركة في تنفيذ المهام التي أوكلت إليها طبعا يعني وقوف فرنسا ضد تركيا بقوة ضد الاستفزازات التركية لليونان وأبرس في شرق المتوسط يعني يحلل لنا علامة الاستفهام على طول طيب تعالوا نروح لمجلس السلم والأمن الإفريقي لتسلمت مصر النهاردة رئاسة هذا المجلس وهو يتبع الاتحاد الأفريقي وهذه الرئاسة لمدة شهر السفير أسامة عبدالخالق سفير مصر في أدس أبيبة ومندوبها الدائم لدى الاتحاد الأفريقي قال في تصريح أن مصر تتشرف خلال هذا الشهر بقيادة أعمال الجهاز الأفريقي الرئيسي المعني بموضوعات السلم والأمن في القارة الأفريقية وواضح أن ده بالتناوب يعني وأوضح مندوب مصر الدائم لدى الاتحاد الأفريقي أن الأسابيع الماضية شهدت عملاً وتشاوراً مكثفين مع وزارة الخارجية المصرية مفوضية الاتحاد الأفريقي لبلورة برنامج رئاسة مصر للمجلس اللي بيدم عدد من الموضوعات تحت الأهمية خاصة وملحة لدى الاتحاد الأفريقي ومصر بما يمثل فرصة لتعزيز وتنسيق المواقف الأفريقية المشتركة في عدد من الملفات الحيوية سيادة سفير أحمد حجاج الأمينة عام المساعد لمنظمة الوحدة الإفريقية سابقاً مسأل خير فن سيادة سفير أستأذنكم يا شباب بس علولي الصوت لأني سمى سيادة سفير بالعافية سيادة سفير يعني واضح أن ده مسألة دورية بالإنابة كده كل شهر مثلاً بتروح للدولة دي مش أول مرة مصر ترأس المجلس سابق أن تنهى عضواً في المجلس من عدد سنوان ورأس المجلس أيضاً في دورة من دوراتها ده المجلس يعني بما تبت مجلس الأمن الدولي القبل للأمم المتحدة يعني بتكون من 15 عضو انتخابونا من قبل الرؤسات والأممات ولكن لا توجد فيه عضوية دائمة زي مجلس الأمن كل الدول المتساوية للحقوق والواجبات يبحث المشاكل والنزاعات الأفريقية بيقدم اقتراحاته إلى الرؤساء والقمم الأفريقية بيرس القرار منذ عدة سنوات بتشكيل أولى الزواد الأفريقية دائمة تتدخل من قبل الرؤساء في قوات السلام يعني مصر أستلت عدة دفعات من قوات السلام بيقدر قول مصرين قوة كبيرة جدا لايسا وقدر مصر حولك من شرط المصرية وقاليني مجرد وصلها النفس الشيء شكرا جزيلا لوجود سيادتك معنا على الهاتف أروح لوزير الإسكان والمرافق دكتور عاصم الجزار افتتح النهاردة معرض الأهرام العقاري وده معرض بيستمر الأربع أيام بقاعة المؤتمرات الكبرى بديهة ناصر ومشاركة مجموعة من المطورين العقاريين لعرض مشروعاتهم المختلفة خلال الافتتاح كان موجود عبد المحسن سلام رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام وعلاء ثابت رئيس تحرير جريدة الأهرام وقيادات الوزارة والمؤسسة طبعا وجود أكتر من مطور عقاري في معرض الأهرام وده معرض كبير الحقيقة يعني بريقة أمل لإعادة التحرك في هذا السوق خصوصا بعد الاحتجاب الخاص بأزمة كوفيد-19 طبعا الوزير أعرب عن ساعاته بمشاركة عدد أيضا من صغار المطورين العقاريين بالمعرض وعرض مشروعاتهم في المدن الجديدة والعاصمة الإدارية وإن ده مؤشر قوي على تعامل القطاع الخاص مع الدولة في توفير الوحدات السكنية المختلف شرائح المجتمع وتحقيق التنمية المطلوبة بالمدن الجديدة الخبر اللي بعد كده هيئة الدواء المصرية تسحب مستحضر بونكيدي وتؤكد أنه مخشوش ومجهول المصدر قامت الهيئة بدبط وتحريز مستحضر بونكيدي كريم بكافة أشكاله الصيدلية نظرا لكونه مستحضر دوائي مخشوش وغير مسجل بهيئة الدواء المصرية ومصدر إنتاجه أيضا مجهول حيث أصدرت الهيئة منشورا موجه لمديرات الشؤون الصحية بالمحافظات بهدف توجيهها لإدارات الصيدلة للقيام بسرعة ضبط وتحريز ما هو موجود بالسوق والوحدات الحكومية من هذا المستحضر بكافة أشكاله وله رقم تسجيل لسنة 2016 واتخاذ الإجراءات المخزنية بالوحدات الحكومية دكتور علي الغمراوي المتحدث الرسمي لهيئة الدواء المصرية قال إن سحب المستحضر بكافة أشكاله بناء على الإفادة المقدمة من المصنع في إختار التسجيل بهيئة الدواء المصرية اللي نفع أن يكون هذا المنتج من إنتاجه يعني المنتج مكتوب عليه أنه هو من إنتاج مصنع كذا والمصنع قال ده مش صحيح وده مش من إنتاجه ومجهول المصر أو أنه يكون قد أنتجه سابقا يعني وأنه هذا المصنع ولن ينتج هذا المستحضر على الإطلاق وشدد لأن هيئة الدواء ستتأخذ كل الإجراءات القانونية ضد مخالف التعليمات وأن التفتيش الصيدلي هيقوم بمتابعة الصيدليات وشركات التوزيع للتأكد من الضبط والتحريص حرصا على سلامة وصحة المواطنين نروح لدكتور رانيا المشاط إحنا معنا المداخلة دكتور مصطفى داود رئيس التجامعة الصيدلي المصري مساء الخير فاند مساء النور أهلا بحضرتك معنا يعني هو إيه بالزبط المستحضر ده يعني هو دور قديم بتقوم بإدارة الصيدلي والتكتش الصيدلي إنها بتقوم دايما لا أنا بسأل حضرتك عن المستحضر فاندم اللي هو اسمه بونكي دي كريم ده ده إيه بالزبط بيعالج إيه ولا هو إيه موجود لها هو بيعالج أثار الحفظات التهابات الحفظات كريمات مبيضة يعني ليه أكثر من استخدام بس هو دور ما نقدرش نقول إنه هو بيعمل حاجات دي إنه هو غير مؤكد إنه هو دور مصنف لغاية دلوقتي دور مغشوش بس هو فاندم كمان ده كده بيتعامل مع الأطفال الصغيرين اللي الجلد بتاعهم يعني في منتهى الحساسية طبعا طبعا خطر يعني آه طبعا طبعا هو الدواء يعني في الأصل المفروض إنه هو يعني هواخد إجراءات يعني ماشي في إجراءات الترخيص ويبدو أن جهما يعني عرفت المعلومة دي فاستغلت الوضع وعملته بصنعته تحت بير السلم أو في أي مكان آه وهو لسه لم يعني لم يحصل على ترخيص كامل من وضرط الصغيرين وكتبت إنه هو من إنتاج مصنع معين وده اللي تبرق منه المصنع المصنع طبعا لما عرف بهذا الأمر فأرسل أرسل ملحوظة لحقيقة الدواء إنه هو ما أنتجش الأدوية دي مجموعة الأدوية دي ما أنتجهاش قبل كده ولا يعني وهي لسه في إجراءات الترخيص بتاعها طيب أنا بشكر حضرتك جدا دكتور مصطفى رانيا المشاط وزير التعاون الدولي والشغالة كويس قوي الفترة الأخيرة أعلنت النهاردة أن مجلس المدرين التنفيذيين للبنك الدولي وافق على مشروع جديد مع مصر لتحسين جودة الهواء ومكافحة تغير المناخ وتقليص انبعاثات ملوثات الهواء والاحتباس الحراري وتحسين إدارة المخلفات السلبة بالقاهرة الكبرى بقيمة 200 مليون دولار أنا أعتقد أن حضرتكم بقيته أساتذة دلوقتي بعد الفقرة المفصلة مع دكتور مهر عزيز بالأمس اللي كلمنا فيها عن تغير المناخ خليني أخذ أستاذ محمد أنيس المحلل الاقتصادي مساء الخير فان مساء الدور أهلا وسهلا بحضرتك وانا بكل أستاذ مستمعين يعني لا وعندنا مشاهدين كمان مش مستمعين لا لا أنا أقولك مشاهدين طبع أنا المستمع بس عشان التريفون أستاذ محمد الحقيقة يعني دكتور رانيا المشاط شغالة كويس قوي في الوصول لأنسب وسائل المساعدة مع البنك الدولي والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية والسندات الخضرة وحقيقة فيه اتفاقيات كتير حصلت الفترة الأخيرة إيه رأي حضرتك؟ طيب شوف حضرتك هو فيه طريقة عامل مع التنمية الإقتصادية دلوقتي في العالم مختلفة شوية اسمها أهداف التنمية المستدامة تمام دول 14 هدف دول باختصار كتب تحول النمو لتنمية وفي نفس الوقت بيحافظ على البيئة وعلى المصادر الطاقة بحيث أن هي تبقى مستدامة طيب الفرق ما بينه النمو والتنمية ببساطة أنه ممكن النمو ما يبقاش له مردود على كل الناس لكن التنمية لازم يبقى لها مردود على كل الناس مع الحفاظ على البيئة ومع الحفاظ على مصادر الطاقة بشكل دائم علشان الأجيالة القادمة في هذا الإطار الدكتورة رانيف وزير التنمية الدولية بتشتغل في هذا الإطار وإدرت أن هي تحصل على اتفاق وموافقة البنك الدولي على هذا المبلغ لحرك زجرته المتين مليون دولار ليه تنفيذ بعض المشاريع اللي خاصة بتنفيذ هذه الأشياء ده وتحقيق أهداف التنمية المستدامة اللي بيبقى من أهمها بالتأكيد الارتفاع بمستوى جودة البيئة والارتفاع بجودة مصادر الطاقة والارتفاع بجودة إدارة المخلفات إنها تتحول في هذه الأمور جميعا إلى المفهوم المستدام وبالتالي لو حضرتك بسيط على نشاط يعني أخضر البنك الدولي فيما يخص هذا الأمر هتلاقي مصاحف هذا القرض الجديد هتكون مصابطة زي ما حررتك تلقيت الهواء وده هيبقى يعني عبر إنشاء مجمع لإدارة المخلفات الجديد بالإشترافات بقى الجديدة والمفهوم الجديد تماما نحن نكلم عنه ده هيبقى في العشر من رمضان لا فيش حرق للمخلفات طبعا المدينة الصناعية الكبرى بالضبط كده المخلفات بيتم إدارتها وتخالص منها بالطريقة الصحية السليمة والبيئية السليمة بحيث إن المخلفات لا ينتج عنها ضرر بيئي صحيح ولا ينتج عنها رواصب تدرر بيئة أنت تتحلص منها بشكل جام بدون أي ضرر نهائي على البيئة المحيطة من أهم عوامل الضرر دي كانت طبعا التلوش الهواء وكلنا عافين السحابة السوداء اللي بتبعوا موجودة فيها تمدر أوقات عشان مخلفات الشرقية كل ده هو ده المفهوم الشامل لهذه الإضاءة بشكرك أستاذ محمد أنيس المحلل الاقتصادي والحقيقة إنه كان فيه مجموعة مكونة من وزارة التعاون الدولي وزارة البيئة أو وزارة التنمية المحلية كونوا مجموعة بتتفاوض على مدى شهور مع البنك الدولي عشان نحصل على هذا التمويل ومصر عاملة خطة اسمها خطة التعافي الأخضر يعني الاقتصاد يتعافى وفي نفس الوقت ما ممكن أنت عشان تتعافى فتتعافى فتبتدي بقى تنتج تنتج وتخلي المداخن تطلع بقى كربون وشفتوا معنا مبارح أضرار هذا الأمر مع دكتور ماهر بالتفصيل يعني دكتور ماهر عزيز اللي نوارنا مبارح طيب احنا عندنا كل سنة وحضراتكم بألف خير بمناسبة 6 أكتوبر فستة أكتوبر جاي يوم اتنين لكن دكتور مصطفى مدبولي بحسب القانون الجديد اللي صدر أكد وأصدر قرار بأن يوم الخميس اللي جاي اللي هيكون تمانية أكتوبر عشرين أجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة ستة أكتوبر بدلا من يوم الثلاث عفوا ستة أكتوبر يعني هيبقى الأجازة يوم الخميس والقرار بيشمل الوزرات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال والقطاع الخاص الحقيقة ده قانون جيد جدا كل ما يجي أجازة في نصف الأسبوع ناخدها آخر الأسبوع نطول الويك أند وندي فرصة للعيلة تقعد مع بعضها اللي عايزين يسافروا في حتة السياحة الداخلية منتعشة جدا في هذه الأيام مقارنة بأيام ما كانت السياحة الخارجية شغالة كويس ونطول الأجازة شوية بدل ما نقسم الأسبوع في النصف كده ونعطل الإنتاج في المدارس في الجامعات في المصانع في الشركات طيب نكتفي بكده تمام نكتفي بكده ونروح لفقرات الحوار علشان عندنا فقرتين إن شاء الله يعني يكونوا ممتعين ومفيدين نبقى مستفيدين وضرر اللي موجود يبقى ضرر مقبول علينا كلنا مية المية مش في وصر بس في الدنيا كلها اشتركوا في القناة